الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محدثكم خالد السعيد أناقش شتى المواضيع والقضايا يوميا وبإمكانكم دائما مشاركة آراءكم في خانة تعليقات ولا تنسون تقييم المقطع بالضغط على زر الإعجاب اللي هو اللايك ضروري الواحد يضغط عليه حتى يوصل المقطع على أنحاء المنصة ولدعم القناة يفضل الاشتراك فيها بالضغط على زر الاشتراك أو السبسكرايب ولا تنسون تفعيل التنبيهات حتى يصلكم جديد المحتويات اللي نقدمها وبشكل يومي فاحنا نقدم العديد من آخر الأخبار اللي تهم الثقافات والساحات بشتى أنواعها وإشكالها وفيها المقطع بالذات بس تعرض آخر الأخبار اللي تخص الرياضة وليست رياضة وحدة بل عدة رياضات وراح نشرح الفرق بين الرياضات وآخر الأخبار اللي تدور فيها فبنبدأ بالأخبار الرياضية النخبوية وندخل بالرياضات الحرة وبعدها نجيب أخبار الرياضات التنافسية وننتهي بالأخبار الرياضية التجارية فاحنا نقدم العديد من آخر الأخبار اللي تخص الرياضات النخبوية اللي يكون فيها جميع العناصر الأساسية اللي تهم مؤدين الرياضة فالرياضات النخبوية عادة ما يكون فيها التنافس عالي ولها تاريخ وفوق هذا كله يشاركون فيها جميع طبقات المجتمع ولا شك من أفضل الرياضات النخبوية في وطننا الغالي وهي رياضة سباق الهجن فبدأنا نلاحظ في الآونة الأخيرة العديد من القنوات في منصة اليوتيوب اللي بدت تعرض آخر السباقات لرياضة الهجن أو سباق الهجن فأحد القنوات اللي دخلت وبشكل قوي في الآونة الأخيرة في منصة اليوتيوب هي قناة نادي الرياض لسباقات الهجن فعرض مجموعة من السباقات الخاصة بالهجن أيضا مع أداء مستقل بالتصوير والتعليق وبترك لكم رابط المقطع في خانة الوصف اللي حاب يطلع عليه أيضا لا ننسى أحد الرياضات النخبوية اللي تنتشر في العالم وهي رياضة الفروسية فأحد القنوات في منصة اليوتيوب المهتمة بالطبيعة والبيئة أيضا مهتمة بالجوانب اللي تخص بتربية الحيوانات هي قناة عبيد العوني فسوى مقطع بارك الله فيه واتحد مع أحد أصحاب المحتوى في منصة اليوتيوب اللي هو حسان الجهني في عرض رياضة ركوب الخيل ورياضة القوس فهي أيضا رياضتين نخبويتين فلا شك أن رياضة الفروسية من الرياضات النخبوية اللي يشاركون فيها جميع طبقات المجتمع والمنافسة فيها عالية وفوق هذا كله لها تاريخ أيضا لا ننسى رياضة القوس اللي تعتبر من الرياضات النخبوية أيضا فعبيد العوني عرض مقطع مع حسان الجهني واللي استعرض فيه أبرز الطراغ اللي تحفز الشخص بأنه يهتم بهالرياضة وبترك لكم أيضا رابط مقطع في خانة الوصف اللي حاب يطل عليها أيضا لا ننسى من الرياضات الأخرى النخبوية هي رياضة الصيد فالصيد موجود فيه صيد السمك وهو الصيد البحري وغيره من أنواع الصيد مثل الصيد البري لكن أحد قنوات اليوتيوب وهي قناة نانوش أو ننوش عرض مدونة مرئية أو فلوغ مع مجموعة من أصدقاء اللي راحوا للرحلة حتى يصيدون السمك ولو أن ما صاد السمك إلا واحد من أخوياهم لكن يتمنى أنهم يستمرون في عرض هالأعمال طيبة لعلها تساهم في زيادة اهتمام الناس برياضة صيد الأسماك وبترك لكم أيضا رابط مقطع في خانة الوصف اللي حاب يطلع عليها لكن إذا انتقلنا للرياضات الحرة فالرياضات الحرة تتميز بأن مؤدينها أو ممارسينها يمارسونها بشكل حر فلا يكون فيها منافسة أو قوانين فقناة فريق الرحلات قدم رحلة مشي أو اللي يسمونها الهايكينج إلى جبل طويق في المملكة العربية السعودية والصراحة أبدع في عمله ونتمنى أنه يستمر بهالأعمال أيضا بترك لكم رابط مقطعه في خانة الوصف اللي حاب يطلع عليه أما إذا انتقلنا للرياضة الحرة أخرى فقناة هتان كتبي نزل أيضا مدونة مرئية أو فلوغ وهو يسوق الدراجة النارية أو الدباب ويجاوب أسئلة المتابعين في المقطع فرياضة قيادة الدراجة أيضا من الرياضات اللي بدت تنتشر في الآونة الأخيرة مع كثرة اهتمام الشباب فيها اللي لعلها ساهم في زيادة تنويع اهتمام الناس بالرياضات بدل ما هم قاعدين على كرة القدم وبترك لكم أيضا رابط مقطعه في خانة الوصف اللي حاب يطلع عليه أما إذا انتقلنا للرياضة أخرى من الرياضات الحرة وهي رياضة التطعيس فقناة أسد الغربية كعادته مبدع في عرض مقاطع التطعيس والتحديات اللي قدمها فقناة أسد الغربية من أنشط القنوات في منصة اليوتيوب اللي تعرض رياضة التطعيس فعرض تحديات صباحية المجموعة من السيارات الدفع الرباعي وأيضا بترك لكم رابط مقطعه في خانة الوصف لأن مقاطع صراحة تستحق الدعم وتستحق أيضا المتابع لكن إذا انتقلنا للرياضات التنافسية فهي تتميز عن باقي الرياضات بأن المنافسة تكون عالية أما لسرعة ارتقاء المهارات أو حتى قوة المنافسة في هالرياضات وأحد الرياضات التنافسية اللي بدت تنتشر في الآونة الأخيرة هي رياضات البطولات الإلكترونية أو اللي يسمونها الإي سبورتس ففيه العديد من الفرق في وطننا الغالي اللي بدوا يحققون إنجازات في الآونة الأخيرة ففريق كينغز إي سبورتس أنضم إلى فريق دريمز كتوب وتوحدوا وأصبحوا فريق واحد وهذا الشيء جيد أننا نشوفه في هالرياضة بالذات خصوصا إذا صارت الفرق تندمج مع بعضها حتى تنافس للعالمية أما عن فريق كوكو دريلوز فهو أحد الفرق اللي دائما نتابع أخبارها ومبارك لهم بفوزهم للمركز الأول في بطولة لعبة فورتنايت وهي أحد الألعاب اللي منتشرة خصوصا عند الأطفال وهذا اللي بيحفز أيضا الأطفال في السنوات القادمة أنهم يمارسون هوايتهم وهي لعب الألعاب الإلكترونية من باب الوصول للبطولات وخصوصا إذا كان فيها جوائز ورواتب ومنها يرفع رأس الوطن بدل بس يرفع رأس أمه وبوه بالدراسة وآخر شيء منطق عاطل باطل لكن إذا انتقلنا الفريق أوشتيك ووريورز فأيضا حقق بطولة من بطولات فيوتشر إي سبوت اللي كانت على لعبة ريمبو سيكس سيج وهي أحد الألعاب التكتيكية اللي تحتاج فريق حتى ينافس في هالبطولات ونتمنى الجميع الفرق من أبناء الوطن التوفيق والنجاح لكن إذا انتقلنا الرياضات أخرى أيضا من الرياضات اللي بدأت تنتشر وهي تعتبر من الرياضات التنافسية فرياضة الفنون القتالية المختلطة أو الـ MMA أصبح لها رواج في السنوات الأخيرة خصوصا مع كثرة الاتحادات اللي بدأت تنتشر في العالم وخصوصا في وطننا العربي فاتحاد واوان بروتين الكويتي سيفتتح عرض في سلطنة عمان بحضور الممثل سكوت إيدكنز المعروف باسم بويكا ولعلهم إن شاء الله يساهمون في زيادة الاهتمام عند أخواننا العمانيين حتى يساهمون في المشاركة بطولات واوان للفنون القتالية المختلطة فيذكر أحد أبطال اتحاد بريف المعروف باسم حمزة شمييف أنه بعد حصوله على البطولة في المبارات الأخيرة فالآن يبي يغير وزنه حتى يحصل على الأحزمة الأخرى في العروض المقبلة أما إذا انتقلنا لاتحاد بيلاتور فيذكر أنه مهتم في انضمام المصارع جاك غلاقر من اتحاد المصارعة WWE وهذا شيء جيد أننا نشوف اتحادات الفنون القتالية المختلطة تركز على المصارعين حتى ترفع من شعبية هالرياضة وتبدأ تنتشر بدالما الواحد يقعد يناظر المصارع الحرة اللي أصبحت سذاجة بتمثيلها لكن إذا انتقلنا لاتحاد الـ UFC وهو أحد الاتحادات الخاصة بالفنون القتالية المختلطة واللي انتشر انتشار واسع خصوصا بعد نزال حبيب نورماق ميدوف ضد كونر مكريغل واللي رفع من مشاهدات الـ UFC والناس المهتمين فيها بشكل مبطبيعي فيذكر أن اتحاد UFC 242 سيكون في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالذات في إمارة أبوظبي وقد تكون المباراة بين حبيب نورماق ميدوف وداستين بروريير لكن حتى الآن يذكر أن داستين بروريير ما وقع على الموافقة ضد نزال حبيب نورماق ميدوف لكن لعلنا نشوف وش اللي بيحصل حتى يبدأ النزال واللي بيكون في شهر سبتمبر في اليوم السابع وأكيد نبينشوف العديد من الناس اللي بتوجهون لهالعرض خصوصا أنه بيكون في الإمارات العربية المتحدة فاللي بيلحق يحجز التذاكر من الحين قبل ما تخلص عليه لكن إذا انتقلنا للرياضات التجارية فالرياضات التجارية عادة ما تكون مستحكرة من الدوري فالدوري هو اللي يحدد من اللي يفوز ومن اللي يخسر ومن اللي يتأهل فالرياضات التجارية على كثرة الناس المهتمين فيها إلا أنهم ما يفهمون الرياضة أنها مبنية على المكسب المادي أكثر من التنافس لكن إن شاء الله مع مرور هالسنوات بيقلون اهتمام الناس في هالرياضات ولعلهم أيضا يبصرون بواقعها لكن إذا دخلنا بأخبار الرياضات التجارية فالذكر أن نادي الهلال الآن يستعد لمباراة نادي الدحيل القطري اللي بيكون على دوري أبطال آسيا فحساب نادي الهلال الرسمي على منصة تويتر عرض مقطع تدريبات فريق أو نادي الهلال وهم يستعدون لمباراةهم القادمة ونتمنى لهم التوفيق ولو أن نفسيتهم تعبانة خاصة عقب ما ان راقعوا من التعاون وتسبب للجمهور انهيار نفسي لدرجة أن يمكن أن بعضهم معادي يهتم النادي الهلال لكن لا بد أن الناس تدري أنه اللي صار النادي الهلال أو الأي نادي يخسر ويفوز فالدوري هو اللي يتحكم بالكفت والشغلة فوق تحت علشان يقدر يوازن بين الجماهير فلو صار الفريق ياخذ راحته بتنافس ويفوز كل سنة توقعوا وش بيصير للأفريقة أو النوادي الأخرى محد بيشجعهم وهذا بيتسبب للدوري التراجع والخسارة وهذا اللي يخلي بعض دوريات كرة القدم تفرض شروط صارمة وأحيانا تخسر الأفريقة أو تفوزهم سواء بالنقاط أو التأثير على المدربين أو حتى على اللاعبين أو فوق هذا كله إدارة النادي والمفروض الواحد ما يزعل ولا يضيق صدره بل ياخذ الموضوع كتسلية لأن حتى تسمية رياضة كرة القدم وخصوصا اللي تعرض على التلفزيون فهم يسمونها بشكل رسمي رياضة ترفيهية أي أنها مهب تنافسية من الأساس فعاد على طاري الرياضات الترفيهية وخصوصا كرة القدم فالآن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللي هو اليوافة أو اليو اي اف اي أمر باستبعاد نادي مانشستر ستي بسبب قوانين اليوافة اللي خارفوها للنزاهة المالية وطلع مدرب مانشستر ستي ويقول ترى إحنا ما عندنا مشاكل وبإمكانكم تتأكدون من وضعنا لكن اليوافة أو اليو اي اف اي وهو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أصر على أنه يستبعد مانشستر ستي ويغرمه بسبب مخالفته للقوانين وهذا إذا دل على أن الرياضة فيها تلاعب وفيها رشاوي واللي بتابع بعد مقاطعنا السابقة الخاصة بأخبار الرياضة صارت حتى فيها اغتيالات الرؤساء نوادي وناس كانوا يمولون الدوري لكن خلونا ننتقل للرياضة تجارية أخرى وهي ننصح لمتابعين كرة القدم إذا ملوا من فريقهم أنهم يتابعونها وهي رياضة المصارع الحرة فيذكر أن اتحاد AEW الآن تعاقد مع قناة TNT لعروض المصارع الحرة حتى يبدأ بمنافسة الاتحادات الأخرى الخاصة بالمصارع الحرة مثل اتحاد WWE وعلى طريق اتحاد WWE بعد أهبالهم هالشهور اللي كانوا يحاولون يلقون اسم العرض WWE اللي بيكون في المملكة العربية السعودية فقرروا أنهم يختارون اسمهم المعتاد واللي قد استخدموه قبل وهو Super Showdown أيضا للي بتابع مقاطعنا السابقة فاضطرت WWE أو اتحاد WWE أنه يتعاقد مع مصارعين مع تزليل مثل Undertaker وحتى Goldberg لعلهم يرفعون مشاهدات وتقييم عروضهم اللي بدأت تدج في الآونة الأخيرة لكن شاركوني أراءكم في خانة التعليقات ولا تنسون تقييم المقطع بالضغط على زر الإعجاب اللي هو اللايك فضروري الواحد يضغط عليه حتى ينتشر المقطع في المنصة ولا تنسون أيضا الاشتراك بالقناة بالضغط على زر الاشتراك أو السبسكرايب وتفعيل التنبيهات حتى يصلكم كل مقاطعنا الجديدة واللي هدفها توعية الفرد والمجتمع بالثقافات الفرعية الموجودة في مجتمعنا بارك الله فيه